نداء عاجل من فم الأرض العراقية وأن تحلم بأن تهز إليك بجدع النخلة حتى يتساقط حل من حلول الطارئة لإنقاذ موتك المكتوب على أوراق المصائب على امتداد الأرض المحرومة من الفرص الانتاجية التي تخلع ثوب النفط الوحيد عما تبقى من فرص شحيحة سخط الفقر والجوع سعد تدهور الأمن الغذائي تدهور الاكتفاء الذاتي ليصبح الخطر الأطول والكارث الأصعب أمام مجتمع الرافدين يتوقف مركز الروابط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية عند القضية الأصعب مطولا بتحليل مفصل يكشف خطورة الملف المعقد والبعيد عن الحلول وبإصبع يشير مباشرة إلى الخلل الذي حول البلاد إلى دائرة فجوة غذائية كبيرة متفاقمة ساعد انتشارها كورونا الجائحة كشفت بحسب الروابط عن تخبط الحكومة العراقية في محاولاتها التصدي للوباء وهي التي تعاني من محاولة سد العجز البالغة قيمته 40 مليار دولار في موازنة الدولة غياب فرص أخرى يعتمد عليها بعيدا عن النفط الذي أتى أرجح بأسعاره سبب رئيس في سقوط البلاد في الهوية أتحكم في واردات النهرين بسبب سيطرة دول الجوار إيران من جهة وتركيا وسوريا من جهة أخرى على منابع النهرين محاصل إيران المتوغلة في العراق وغياب تقوية القطاع الزراعي من خلال توفير المكائن والمعدات للفلاحة كما هو غياب البحوث العلمية وعدم العناية بها الأخطاء المستمرة منذ 18 عاما والفساد المالي والإداري سيما وصول العراق إلى المرتبة 160 في مؤشر تصورات الفساد العالمي كل هذا يتكوم اليوم على طاولة الحكومة التي تعاني من غياب إنشاء صناديق سيادية كبيرة تحسبا لأي أزمات تمر بالبلاد تحضير أخير ينوه لتوجه الأنذار نحو الزراعة والتجارة والصناعة ورفع اليد التي تخنق العراق عن طريق خروجه من الكارثة تحضير أصحبورها ابتحضير الأشفte تحتاجعة enabled تحضير أقدم تحضير ابقتك